بيخبطوا عليها في الصباحية لكن للأسف مصرع عروس وإصابة زوجها في البحيرة الخبر بقول أن طبعا مصرع عروس في يوم الصباحية وإصابة زوجها باختناء بسبب تصرب غاز السخان في البحيرة بمركز أبو حمص بالذات بالتحديد تم نقل المصاب للمستشفى والعروس لفلاكة حفظ الموتة تحت صرف النيابة العامة تفاصيل الخبر أن الأهالي تجمعوا من أهل قريتي بولاد والأتارية بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة أمان المستشفى انتظارا لخروج جثمان العروس والإتمانان على زوجها تفاصيل من البداية تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اختار من شرطة النجدة باكتشاف الأهالي وفاة عروس في الصباحية وإصابة زوجها بسبب الاختناء الناجم عن تصرب الغاز من السخان داخل شائتهم بقارة الأتارية بنطاق المركز تبين من انتقال الفحص وفاة نرمين راه 21 سنة وإصابة زوجها عبدالعزيز دال 25 سنة في شائتهم بقارة الأتارية وأن العروس وسرتها تقيم في قرية بولاد ووقع الحادث في شائتهم ليلة الصباحية بسبب استنشاء غاز متسرب من السخان بشائتهم تحرر محضر بالحادث تم اختار النيابة العامة للتحقيق واللي صراحت بدفن بعرض الجصة على الطبيب الشرعي تحديد سبب الوفاة وأكد أحد الأهالي تفاصيل حادث البحيرة أن العروسين كانوا حفل زفافهم أمس واتصل أهل العريس والعروسة عليهم وقت الدهر ومحدش رد وثورهم القلق عليهم فذهب أهل العريس للشقة وخبطوا على الباب واضطروا لكسر الباب نتيجة عدم الرد فوجدوا العريس والعروسة تريحان على الأرض وفرقة العروس الحياة وتم نقلهم لصداجة حفظ الموتى والعريس للمستشفى للعلاج اشتركوا في القناة